بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض على عباده حج بيته الحرام ووفق من شاء لأداء المناسك على وجه التمام انتثالاً لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفوة خلقه خير من طاف وصلى خلف المقام وعلى آله الشرفاء خير من اقتدى وأتى بالمناسك على خير ما يرام فهم خير القرون وصفوة الخلق بعد الرسل فرضوان الله عليهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء نقلوا لنا أقوال المصطفى وأفعاله وتقريراته وكانوهم حقاً خير القرون وسادة الأولياء بهم يقتدى وعلى طريقهم من سار فاز ونجى ومن خالفهم واتبع هواه ظل وخزى وبعد أيها الإخوة في الله فهذا هو الدرس الثاني في بيان التوحيد في الحج من هذه الدورة المباركة في بيان أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة لهذا العام اثنان وأربعون بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ونسأل المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج والعمار وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً أيها الإخوة في الله قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فكان بناء البيت لإفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العمل له تعالى وتوحيده وتعظيمه تبارك وتعالى ولنفي الشرك وعبادة غير الله ولقد جاء الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة ليحرر النفوس من رق العبودية لغير الله تعالى ويسمو بها ويرفعها عن براثن الخرافة والوثنية ويخرجها من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والتوحيد ولا شك أن عقيدة المسلم أعز شيء عليه وأغلى شيء لديه بها يواجه أعتى الابتلاءات وأشد الفتن والشبهات والخرافات بالعقيدة والتوحيد يقف سداً منيعاً أمام الأباطيل والظلالات فلا مساومة على العقيدة ولا تنازل عن مبادئها مهما كانت الدسائس والمغريات والشهوات ومهما كانت الشبهات ومهما اشتدت المحن والابتلاءات فإن المسلم ولله الحمد يقف شامخاً عزيزاً يعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما قال عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين المسلم عزيز بعقيدته وتوحيده ولهذا كانت العقيدة هي الأصل الأصيل وهي أساس صحة الأعمال وقبولها وهي أعظم أركان الدين ومبانيه العظام وكان الحج إلى بيت الله الحرام وما يشتمل عليه أداء هذا الركن العظيم من مناسك وأذكار وأدعية جلها شعاره التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة ومخالفة لما كان عليه المشركون من تعظيم الأوثان وتأليه الأصنام واتخاذ الأنداد ولهذا كان شعارهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذا هو شعار المشركين فجاء النداء بالتوحيد وتطهير النفوس من رجس الوثنية والخرافة والضلالات وكان أن هيأ الله تعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام مكان البيت وأرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه وأسسه على طاعة الله وتوحيده وأمره أن لا يشرك به شيئا كما قال عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وذلك بأن يخلص لله تعالى أعماله وأن يبنيه على إسم الله كما قال الله عز وجل وطهر بيتي أي طهره من الشرك والمعاصي ومن العنجاس والعدناس وأضافه الرحمن تبارك وتعالى إلى نفسه فقال وطهر بيتي وذلك لشرفه وفضله ولتعظيم محبته في القلوب فتأوي إليه الأفئدة من كل جانب وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب عز وجل تطهيره للطائفين به والعاكفين عنده المقيمين لذكر الله وعبادته والتقرب إليه بأنواع القرب من الصلاة والركوع والسجود طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والأفعال التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف كما قال عز وجل هنا فاء لله غير مشركين به مخلصين العبادة لله وحده وحده لا شريك له كما قال عز وجل في تعظيم هذا البيت المحرم وأنه أول بيت موضع للناس قال عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم فإبراهيم الخليل عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال بيت المقدس قلت كم بينهما قال أربعون سنة قلت ثم أي يا رسول الله قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقد قال الله عز وجل لإبراهيم الخليل عليه السلام وأذم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وأذم في الناس بالحج أي ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا وعمارا وقد ذكر ابن جرين الطبري وابن أبي حاتم ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف أن إبراهيم الخليل عليه السلام قال يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم فقال الله عز وجل نادي يا إبراهيم وعلينا البلاغ فقام إبراهيم الخليل عليه السلام على مقامه وقيل على الحجر وقيل على الصفا وقيل إنه رقى على جبل أبي قبيس وقال يا أيها الناس يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ صوته أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله عز وجل عليه أن يحج هذا البيت إلى يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك وقد أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك عن ابن عباس مختصر وصححه الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي ويتقوى هذا بالآثار التي أخرجها الإمام عبد الرزاق الصنعني في مصنفه وأخرجها أيضا الطبري والبيهقي في شعب الإيمان من ثلاثة طرق يقوي بعضها بعضا وأخرج رواية عكرمة المخزومي أخرجها الطبري بسند حسن من طريق داود عنه وكذلك رواية سعيد بن جبير أخرجها الطبري أيضا بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه والله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء الجميع في حكمه وتدبيره إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون فلا يستبعد ذلك لأن الله عز وجل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقد جعل الله عز وجل الأفئدة تهوي إلى هذا البيت المحرم استجابة لدعوة الخليل عليه السلام حينما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار الناس يقصدون الحج من سائر الأقطار ومن جهات العالم كلهم يقصدون الكعبة والطواف من سائر البلدان قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني ليشهدوا منافع لهم قال منافع الدنيا والآخرة أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات فهي منافع الدنيا والآخرة ولذلك كان ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعلومات وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وقد جزم بذلك الإمام البخاري وعلقه في صحيحه وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم فقد روي عن أبي موسى الأشعري وابن عباس وهو قول مجاهد بن جبر المكي وقتادة وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والحسن البصري والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي فهؤلاء من أئمة السلف وهم الذين يرون ذلك أن الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة وهي من أعظم أيام الله عز وجل إن لم تكن أعظمها وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي والمشهور عند الإمام أحمد وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه يعني العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتوحيد ففيها إعلان التوحيد لله تعالى فيها هذه الأيام إعلان التوحيد لله تعالى وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله فقد روى الإمام البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ففي هذا إعلان للتوحيد وتعظيم الله عز وجل في هذه الأيام المباركة التي العمل فيها من خير الأعمال من خير أعمال السنة كما جاء في الحديث فقد روى روى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر مرفوع أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله تعالى والفجر وليال عشر وقد جاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر وهي مجتملة وهذه العشر كما روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر وهي مجتملة على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية وتشتمل العشر أيضا على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر وهو قد ورد أنه أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى ولا شك أن هذه الأيام التي رغب الشرع في تعظيمها ورفع شعار التوحيد فيها وهي أيام العشر وأيام التشريك فهي من أفضل أيام العام ولذلك يسن للحج أن يلبي فيها وقد جاء في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لبى وأهل بالتوحيد فقال عند إحرامه لبيك عمرة وحجا ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي وقد جاء في عدة أحاديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا ناداهم النبي قال أحدهم لبيك يا رسول الله وفي بعضها لبيك وسعديك ومنها ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من الأحاديث وكذلك ما جاء في كتاب العدب في سنن أبي داوود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك وقد جاء في كتاب العدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فإذا وصل المسلم إلى ميقاته ودخل في النسك أتى بالتلبية ومعنى ذلك أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك فلبيك اللهم لبيك ومعنى لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة وهذه صفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم كما رمى الإمام البخاري والإمام المسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالتوحيد حيث يقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفي رواية عند البخاري وعند الإمام المسلم عقب ذكر التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هؤلاء الكلمات وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث جابن الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر وأيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة دون قوله لا شريك له في آخره وروى الإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق وجاء في صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد في التلبية يقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل وجاء في صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك 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 وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل يعني أن هذا القول رويا عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ورويا عن ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد اجتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن قولك لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله وقوله لا شريك يعني كلمة الإخلاص في قوله لا إله إلا الله فإن قول الملبي لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله عز وجل وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو معلوم أن الإخلاص والمتابعة شرط لقبول العمل واجتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء وأما تلبية المشركين فهي تلبية مجتملة على نقض التوحيد بالشرك والعياذ بالله كما سبق أنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقد جاء في صحيح الإمام المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فيقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم ويلكم قد قد أي اكتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك فقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ولهذا يستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية التي هي شعار الحج وشعار التوحيد لحديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ولذلك كان أفضل الحج هو رفع الصوت بالتلبية وهو العج والثج كما رواه الإمام النسائي وغيره بإسناد صحيح وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية قال الترمذي عقب هذا الحديث ويكره لها رفع الصوت بالتلبية ويبدأ الحاج في التلبية من حين أن يبدأ بالإحرام بالحج أو العمرة ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة لحديث الفضل بن عباس في ذلك قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة قال واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصات أو عند تمام الرمي فذهب إلى الأول الجمهور أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وإلى الثاني ذهب الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم عن ابن عباس عن الفضل رضي الله تعالى عنهم قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصات ثم قطعت تلبية مع آخر حصات قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الذوايات الأخرى وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن وبعده قال الإمام ابن خزيمة فهذا الخبر يصرح أنه قطعت تلبية مع آخر حصات لا مع أولها وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند بدء الطواف صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي وعزى ذلك الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق والحديث أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا ولكن إسناده ضعيف فإذا دخل الحاج إلى المسجد الحرام والدخول إلى المسجد الحرام يطلق على إطلاقين أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة والثاني مكة كلها ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا يعني إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد فإنه يقدم رجله اليمنى لحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط الإمام مسلم ووافقه الذهبي قال وقال بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وفي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي وهو هذا الدعاء للمسجد الحرام وغيره من بيوت الله من جميع المساجد فإنه يردد هذا الدعاء العظيم بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله وليقل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما أنه إذا خرج يقول هذا الدعاء ويستبدله بقوله اللهم افتح لي أبواب فضلك فإذا دخل الحاج إلى مكة فإنه يدخل المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة ورأى الناس حولها طائفين ومصلين وهي القبلة التي أمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان وهي ملتقى الوجهات والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر أصغر دائرة فيها ما كان قريبا من الكعبة وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم فسبحان من جعل هذا التعظيم والتقديس لبيته الحرام الذي يتوجه الناس إليه في صلواتهم من جميع جهات العالم وإذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الحرام الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام كما سبق ويقرأ فيهما سورة الإخلاص التي هي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد لأنهما مجتملتان على البراءة من الشرك وفيهما إثبات صفة الله تبارك وتعالى وتعظيمه والإعلان بتوحيده فإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فإذا دخل المسجد شرع له الطواف والطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه من البدع وليس من شرع الله عز وجل وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دينه ولهذا يصح أن يقال كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان ولا يصح أن يقال كم من طائف لله في كل مكان لأن الكعبة لا وجود له شرعا ولأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة فلا يطاف إلا بالبيت الحرام الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاظة وركن في العمرة وهو طواف العمرة ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاظة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة وتقدم الاستدلال كذلك عليها ومما جاء في فضل الطواف عمما حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبه يعني سبعة أشواط رواه الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال هذا حديث حسن والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني ومما جاء في فضل استلامهما مرواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن ما عراك تستلم إلا هذين الركنين يعني يسأل ابن عمر ما عراك تستلم إلا هذين الركنين قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبه والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به فيكبر الله ويعظمه والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة ولو طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه قال ابن المنذر في كتابه الإجماع وأجمع على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد يعني وإذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه وكبر إعلانا للتوحيد لله عز وجل وتعظيما لله عز وجل ويدل على تقبيل الحجر ما جاء فيه صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه كما سبق أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك وأيضا ما جاء في الصحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله ويدل لاستلامه ما استلمه به ما رواه الإمام مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله وحديث أيضا أبي طفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه الإمام مسلم ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه رواه البخاري وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم كان على بعير يستلم الركن بمحجن كما رواه الإمام البخاري ومسلم والمحجن هو عصا مع كوفة الرأس وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذن لأحد من الناس فإنه يترك ذلك ويمضي في طوافه لأن استلام الحجر مستحب وإيذاء الناس حرام فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله بسم الله والله أكبر الله أكبر تعظيما لله عز وجل وإعلانا للتوحيد ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتركن أشار إليه بشيء كا عنده وكبر وصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر كما أخرجه البيهقي قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر وسنده صحيح وإذا حاذب الطائف الركن اليماني استلمه بيده إن تيسر له ذلك ولا يقبله ولا يقبل يده وإن لم يتيسر له استلامه مضى في طوافه ولا يشير إليه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين رواه الإمام البخاري ورواه مسلم ومثله حديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم والمشروع في هذا الركن العظيم الاستلام دون التقبيل والذكر والإشارة ثم لا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين اليمانيين لحديث ابن عمر وابن عباس المتقدمين ولأثريعلى بن أمية رضي الله عنه قال طفت مع عمر بن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلم فقال أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فهل رأيته يستلمه يعني الحجر قلت لا قال فانفذ عنك فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم فلا يستلم إلا الركنين اليمانيين ركن الحجر الأسود والركن اليماني وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان بل الواجب الاكتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني ولهذا قال عمر رضي الله عنه كما في الحديث المتقدم ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إنصاق الظهر والبطن بجدار الكعبة قاله أبو عبيد الله العليمي وغيره قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله بل العدب أن يبعد عنه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك فإن الاكتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء الثابتة ولا يلتفت إلى محتثات العوام وغيرهم وجهالاتهم وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الظلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ومن خطر بباله أن انتهى كلامه الفضيل بن عياض رحمه الله قال الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خير في من سكه ومن خطر بباله أن المسحب اليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالاته وغفلته لأن البركة فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب والحديث الذي أشار إليه الإمام النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة ولفظه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا لمن أحدثه قال الإمام بن تيمية في مجموع الفتاوى واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال إني لا أعلم أو قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت الذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع السنة وأن يتقبل من الحجاج والعمار وأن تكون أعمالهم وأقوالهم موافقة للسنة وخالصة لوجه الله عز وجل ونسكما نسأله عز وجل أن يجزي القائمين على خدمة الحجاج والعمار وتسهيل أمورهم أن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وعقيدتها وقيادتها وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون من تسهيلات وخدمات متوافرة وأن يجعل ذلك في موازينهم الصالحة فإنهم قد قدموا كثيرا من الأعمال والخدمات التي تسهل على الحجاج والعمار أداء مناسكهم فجزاهم الله خير الجزاء ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل وأن تكون ليس فيها شيء من البدع والمحتثات كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها وأن يجزي القائمين على الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والعمار خير الجزاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر